طبعا ده يقينا بإذن الله وبصدق وعد سيدنا رسول الله إن آلام الحيض اللي بتصيب بعض البنات في كل شهر مع كل حيضة بيؤجروا عليه أجر كبير ومستمر أجر يعني جاري زي الصدقة الجارية كده لأن سيدنا رسول الله عليه السلام بيقول ما من مؤمن أو ما من عبد يصيبه غم أو هم أو نصب يعني تعب أو وصب يعني مرض حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا وألام الحيض ألام عضوية مؤلمة تشبه ألام الأمراض وبالتالي بصدق وعد سيدنا رسول الله الأجر إن شاء الله كمان يكون كبير والصبر وملازمة الذكر طبعا بعد استشارة الطبيب وأخذ الأدوية المناسبة لحاجة زي كده لكن ملازمة الذكر والرضى بقضاء الله لأن مش كل البنات بتصيبها الألام دي في الحيض الرضى بقضاء الله واختياره بيضع البنت في مقام كبير عند ربنا والله أهلا الرضى بقضاء الله واختياره بيضع البنت في مقام كبير عند ربنا